إذن صفقة جديدة ما بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأرامكو ما هي التفاصيل؟ إذن بحسب تصريحات لولي العهد السعودي سيتم نقل حصة 4% من أسهم أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة نقل الأسهم وجزء من الاستراتيجية الخاصة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد ولكن الدولة والحكومة السعودية لا تزال هي التي لديها الحصة المسيطرة في أرامكو الصفقة ستسمح بنمو أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال بيان شركة أرامكو أوضح بعض الأمور بداية بأن الصفقة هي بين الدولة والصندوق الاستثمارات العامة والسعودي وبالتالي شركة أرامكو ليست طرفا بها لا يترتب عليها الشركة أي مدفوعات أو عوائد أو تغيير في الاستراتيجيات الناجمة عن نقل هذه الملكية دعونا نتعرف قليلا عن أرامكو السعودية ونذكركم بأبرز الأرقام الخاصة بها طبعا تم طرح الشركة خلال العام 2019 هي أكبر شركة لإنتاج النفط بالعالم هناك بعض التكهنات أنه عملية نقل هذه الحصة حصة الأربعة في المئة من الحكومة السعودية لصندوق الاستثمارات العامة ربما يهيئ أمام فرصة طرح حصة إضافية من الشركة في السوق السعودي وخصوصا بأن أسعار النفط مواتية جدا وهذا ما سيدعم تقييمات هذه الشركة الأسهم الحرة للتداول إلى الآن هي 1.76% تمثل تقريبا ثلاثة ونصف المليار سهم بما يتعلق بمجمل الأسهم ملكية تندوق الاستثمارات العامة في السوق السعودي لديه طبعا حصص في العديد من الشركات من أبرز هذه الشركات الأستي سي بـ 26.3% حتى كنا قد استمعنا لبعض التصريحات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه من الممكن أن يلجأ الصندوق إلى طرح حصص إضافية من شركات هو مستثمر بها خلال الفترة القادمة وبأنها عمليا استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بأنه بمجرد أن تصبح أي شركة قوية ومتينة كما شاهدنا في مثلا ما يتعلق بلوسيد سيكون دائما هناك توجه نحو طرح حصص من هذه الشركات القيمة الإجمالية للأسهم التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص بها تقريبا 93 مليار دولار إذن كانت هذه نظرة سريعة حول هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذت أخيرا لنقل حصة 4% من الحكومة السعودية لصندوق الاستثمارات العامة بما يتعلق بشركة أرامكو ترجمة نانسي قنقر